خبر عاجل معنا دلوقتي هو وفاة الشاب أحمد نجيب هو تاني شهداء أحداث محمود للأسف طبعاً ده خبر يعني مؤسف لغاية دلوقتي الاشتباكات مازالت موجودة عندنا خبر آخر عاجل وهي أن المحكمة الدستورية ستصدر بيان في خلال ساعات الإعلان لإعلان موقفها من حصار المتظاهرين حول المحكمة الدستورية يمكن قبل الفاصل كنت أقول أن القانونيين مستقيم من هذا الدستور ويقولون أنه لا يعبر عن الثورة لأنه تم ترقيعه من دستور 71 رأي حضرتك إيه في هذه النقطة؟ ابتداء هذا التعميم منهج علمي غير سليم لما نقول القانونيين يبقى ده إفتآت على الحقيقة لأن المستشار حسام الغرياني من القانونيين المستشار ساروت بدوي من القانونيين الدكتور محمد سليم العوة من القانونيين كل هؤلاء من القانونيين أقبل أن يتقال أن بعض القانونيين بيقولوا كذا أو بيروا ذلك وهذا شيء مقبول في إطار اختلاف الرأي لكن دايماً برضو اللي قلته قبل كذا أننا مصلت الضوء على جزء من الحقيقة وندعي أن نهاية دات كل الحقيقة دوت منهج من النحية العلمية يتسم بعدها من الموضوعية يمكن أنا وأستاذ أحمد كنا نتكلم قبل بداية الفقرة وحضرتك كنت بتقول أن الدستور في بعض المواد الجيدة جداً لم تكن موجودة في أي دستور الموجودة ولكن أيضاً في مواد عليها بعض الخلافات بسبب الصيغة الفتفاضة التي تم صيغة بها هذه المواد زي مثلاً عندنا المادة 76 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 29 وهي المادة التي تصبح بالتأميم وأيضاً المادة 48 الخاصة بالصحفيين الصياغة الموجودة في المواد دي عاملة حالة من الانقسام أو تزيد من حالة الانقسام الموجودة لدى القوى الثورية والقوى المدنية الأخرى رأي حضرتك إيه؟ هو بداية عايزة أقول أنه إرضاء كل المواطنين غير لا تدرك بالإضافة لفكرة أن الاختلاف هو حيب أمر طبيعي أن فيه ناس ستبقى شايفة أن الدستور يعبر عنها وناس ستبقى شايفة أن الدستور لا يعبر عنها فأنا اطلعت على مسواد الدستور وشفت بصراحة فيه مواد جيدة ولكن في بعض المواد فتفاضة شوية في بعض المواد مش واضحة فده اللي ممكن يشكل حالة من التوجس والقلق خاصة زي ما قلت أننا حاليا دلوقتي في مناخ غير صحة في مناخ آه أنا لازم أبقى الآن ولازم أبقى متوجس لأن الدكتور مرسي مثلا في أيام الحمدن الانتخابية وعد أنه أول ما حيفوز حيوعية تشكيل الجماعية التأسسية ولكن بعد ما نجح ما عادش تشكيل الجماعية التأسسية فأنا إيه اللي يخليني أنا إيه الضمانة الحقيقية اللي تخليني أنا أقوله والله الدستور ده الفتفاضة اللي فيه أو أنه مش قادر يكون محدد تخليني أنا ما ألقش فهي المشكلة أنه بقى فيه أزمة ثقة نفس عادة إنتاج أزمة ثقة اللي كانت موجودة أي مبارك بيتم دلوقتي للأسف عادة إنتاجها من جديد الشهيد اللي النهاردة توفى في محمد محمود برضو هأكد على أن فيه قاعدة فقية بتقولي أن درق المفاسد مقدم على جلب المنافع إذا كان الإعلان الدستوري هو اللي وصل الناس لكده بغض نظر أن دي كانت أعمال سبيانية بغض نظر أن الشباب دولة شباب من الصوار بغض نظر عن كل الردود اللي ممكن تتقال لكن مين اللي وصل المجتمع للحالة دي لحالة على وشك الانفجار زي ما قلت أننا بقنا فريقين فريق معه وفريق ضد وفي النهاية ما فيش حد حيكسر بمصر اللي بتخسر أننا مش قادرين نحط الأولويات ففي بعض المواد عليها طبعا تحفظات وده أمر طبيعي أنا رجاء شخصي أن كل مواطن يشوف بنفسه مساعدة الدستور كل مواطن يقرى بنفسه مساعدة الدستور وأنه قبل ما يقول القرار أو قبل ما يقول التوجه بتاعه تبقى دي قناع شخصية لأن الدستور بالأساس هو علاقة المواطن بالدولة هي لحب الحقوق والواجبات فأنا أتمنى من كل مشاهدين أن كل مواطن يقرى مساعدة الدستور يشوف هل هو معبر عنه ولا لا لو حس في لحظة ما أنه مش معبر عنه حتى في بعض المواد لازم يقول لا لو حس أنه معبر عنه بشكل كافي وبشكل راضي هو شخصيا يبطي صوت بنعم فأكيد حيبقى في اختلاف على بعض المواد أنا هذه هيبقى في اختلاف على الصياغة أحيقى أكد على نقطة مهمة برضه أن العبرة مش بروعة صياغة المواد وأن العبرة مش بأن الدستور بيؤكد على حريات الأشخاص دستور 71 كان غاية في الروعة في صياغة مواد الحريات والحقوق الأساسية ولكن لم يتم التفعيل بهذه المواد بذلك تم انتهاك حريات الأشخاص وبالتالي العبرة ليست بالدستور ولكن بمدى وجود مجتمع يكفل هذه الحقوق وهذه الحرية من ضمن المخاوف الموجودة مخاوف كبيرة جدا يا دكتور موجودة عند المرأة غاضبة جدا لأنه الدستور مش بيمثلها بشكل كافي ومش واخد حقوقها أو مش ذاكر حقوقها بشكل كافي يتناسب مع العصر اللي احنا موجودين فيه ايه اللي حضرتك استمتكتي منه كده من مواد الدستور زي بالزبط كل في المادة تمانية ستة وسبعين أو أنا أسفق المادة عشرة فيه كلمة التدابير اللازمة علشان حقق التكافل الاجتماعي للمرأة التدابير دي معناها أنه لازم تكون فيه آليات في المجتمع أن هي تساند المرأة افرد الآليات دي مش موجودة ابتداء خلينا نتكلم على نقطتين من حيث المبدأ ذكر طائفة دون طائفة في الدستور هذا أمر استثنائي إلا إذا كان من باب التمييز الإيجابي بمعنى إيه لما نتكلم أن فيه حقوق المواطن واحد اثنين ثلاثة فبديه أن الحقوق ديت تنصب على الرجل والمرأة لما أجي أذكر المرأة تحديدا لكي أقر لها بعض الحقوق زي المادة التي كانت بتمكنها من الحصول على حقها في المرأة وما إلى ذلك فذلك اسمه تمييز إيجابي فالأصل في الدستير في المجتمعات العريقة في الممارسة الديمقراطية أنه لا يذكر هذا التصنيف ولكن ما ورد من ذكر المرأة في مواد مختلفة في الدستير كان من باب التمييز الإيجابي الرغبة في الوقوف بجوارها زي إيه زي المادة التي نصت على أن الدولة تتكفل بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للأرمالة والمرأة المعيلة وضمان حقها في الإرث أيضا هذه المواد تعتبر من قبيل التمييز الإيجابي رأي حضرتك نحن أعزو أن نقطة أنه مش لازم نقول أن نحن ننصف المرأة في الدستور نحن أعزو أن هناك مادة أنا مش حافظها بالنص لكنها تقول أن المجتمع هو اللي يكفل الأداب العامة يعني إيه المجتمع الدولة والمجتمع بيكفل بس هي مكتوبة المجتمع يعني أنا قلتها في الدستور المجتمع بيكفل إن شاء الله المجتمع وفضلة الدولة فضلة الدولة موجودة الدولة رغم أن النص اللي أنت بتقوله ده كان في 71 وصيغ في غياب الإسلاميين ومحدش قال ساعتها لأمر أنا أتكلم على مشكلتي مع كلمة المجتمع أنا مع أن الدولة هي اللي تحدد ده لأن الدولة عندها مؤسستها وعندها قلياتها هو إحنا اللي تضينا الدور ده لكن أنا مشكلتي مع أن نقول المجتمع هو اللي بيكفل أو هو اللي بيضمن الأداب العامة يعني هل المجتمع أنه لو شاف ست مثلا لبسة لبسة هي مختلفة معه شخصيا فهو اللي يروح يشوف الأداب العامة هل لو شخص شاف حد قاعد مع بنت فهو اللي يروح ينفذ أنا عايز أتكلم عن فكرة أن فيه توجس عند بعض فقات المجتمع وهي فقات لا حق أنها تتوجس ولهو ناتب ievأ أنا في بعض الفزعات أن الإسلاميين هيخلوا السيتات يتحجبوا أن الإسلاميين هيخلوا هي فزاعات قد تكون مغلوطها لكن انا بتكلم أن في بعض الأحداث كان في بعض الأحداث تم تعممها يعني كان في بعض الأحداث تم تعممها و تم فعلا أنا شاف أنه كان فيه شوية إساءة شوية لطلال الإسلام السياسي العامة وده كان تعميم برضو في غير محل لكن أتكلم أنه كان هناك حوادث فردية موجودة الحوادث الفردية دي وصلت رسالة غير مباشرة لبعض الأشخاص أنها حرياتهم غير مصونة وأنها حرياتهم غير مكفولة من المجتمع فأنا أتكلم برضو عن فجرة أننا كنت أتمنى أن الدستور يخرج في مناخ أفضل من كده أننا كلنا نصوت على الدستور بنفسية أفضل من كده أننا مخصوصين أن المجتمع كله رايح بيحط الدستور اللي هو القاعد الأساسية اللي هتخلب على كده فيه عندنا نظام ديمقراطي محترم لكن إزاي أنا حق من الدستور وفيه إعلان دستوري قبل طالع بيقول أن الرئيس ما فيش أي طعن على قراراته إزاي رئيس بقى مع السلطة تنفيذية وسلطة تشريعية والسلطة القضائية ما بتشغلوهش يعني مبدأ أساسي من ضمن مبادئ أي قاعدة أو أي نظام ديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات فإزاي بقى فيه فصل بين السلطات والرئيس أصلا مع السلطة تنفيذية وتشريعية والقضاء لا يعني في شيء فللأسف المناخ غير صحي غير صحي غير صحي رأي حضرتك يا دكتور على كلام السلطة المتسبف أن سلطة التشريع مع الدكتور مرسي دلوقتي ليست الدكتور مرسي ولكن الحكم الذي صدره من المحكمة الدستورية الرئيس مرسي طاعب قال أنه قراراتها لا تلزمه في شيء وأنتذكر جميعا أن الدكتور مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب لكي لا يجمع بين سلطة التشريع والسلطة التنفيذية إلا أن الإجراءات القانونية التي اتخذت وقتها والمعارضة السياسية أيضا هي التي تسببت في الوضع الحالي في جمع سلطة التشريع مع السلطة التنفيذية أما ما يخص القضاء السلطة القضائية فكما وضح الدكتور ياسر علي فيما هو المقصود من تحسين قرارات الرئيس أنه ينسحب على القرارات السيادية فقط حددك مع علاقتش على كلام أستاذ أحمد هل ممكن سجأة يتم صياغة القانون بحيث أنه ممكن حد يجي مثلا يقول لي أنت مش بحقك تلبسي كده أو ما يفعش تعمليه أنت بتعمليه أو أن يتدخل يعني في حرياتي الشخصية حد يقدر يعمل كده في شعب بالشكلة هنفترض يعني أن في حد شعب سائر بالشكلة وغير ذا ما يبقى فيه استخدام القانون شعب بيمارس أكثر درجة من درجات الحريات أنا هفترض جدلا أن هناك من يريد أن يمارس ذلك الناس هتنحيه من كلاسي الحكم الحاجة الثانية إحنا مش عاوزين يعني حد يفعل أي فعل وهو مجبر عليه إحنا كده نصنع مجتمع من المنافقين اللي مقتنع بحاجة صحة يعملها اللي مش مقتنع ما يعملها طيب حضرتك طبعا بتقول أن دستور معبر عن أهداف الثورة وعن الشعب بس يعني المادة 136 بتدي الحق أنا أسف قبل ما أكلم على المادة 136 عايز أقول أنه مسودة الدستور ما رصدش على تعيين نائب للرئيس ما يعني ذلك أيضا كان من ضمن المطالب الثورية ومن ضمن المطالب المطروحة من الشعب المصري لكنها يعني أنا أتفق من حضرتك في هذه الملحوظة الجيدة لكن في ذات الوقت لا يوجد ما يمنع من الرئيس أن هو يعين نائب رئيس لي ويحدد له صلاحيات وحتى لو لم يكن نصوص ذلك في الدستور ومش موجود في الدستور بس هو ممكن في حال تغييب الرئيس لأي شكل من الأشكال أنه يبقى رئيس مجلس الوزراء هو القائم بعمل الرئيس فده نص آخر موجود في الدستور فعلا لكن برضو سلطات الرئيس في حال غيابه بتنتقل لرئيس الوزر لكن برضو كان زينتي مولت يا ريم أنه كان من ضمن المطالب كواس صار أن يبقى فيه نائب للرئيس أنه في حال أي حال من الأحوال تغييب الرئيس بأي شكل من الأشكال يبقى فيه حد عارف سلطاته وعارف مسؤولياته فده كان مهم عشان ما يبقاش فيه قلق شوية ويمكن الميزة في الطرح اللي موجود حاليا في مسودة الدستور أن الرئيس منتخب ورئيس الوزراء حييجي منتخب على درجتين لأن لازم مجلس النواب يكون البرلمان يكون منحه السقة ففي حال غياب الرئيس اللي هو المنتخب بتنتقل سلطاته إلى شخص آخر منتخب مش لصغر شخص معينه رئيس الجمهورية طيب عندنا في المادة 204 بتسمح الرئيس بتعيين كل رؤساء الأجهزة الرقبية وطبعا رؤساء المحكمة الدستورية طيب إزاي هيرقمه لا قري النص بقى حضرتك كلام مش كده هو بيرشح حضرتك يعني فيه جهات بترشح بالنسبة للمحكمة الدستورية المجلس الأعلى القضاء اللي هيرشح بالنسبة للجهات الرقبية الأخرى فيه شروط كمان للقضاء بالنسبة للجهات الرقبية الأخرى فرئيس الجمهورية بيقترح والبرلمان يقر هذا الترشيح من عدمه فهو هذا ليس قرارا بالتعيين ولكنه بمثابة الترشيح ونواب الشعب هم اللي بيقولوا الترشيح دوت ينفذ أو لا ينفذ أنا طبعا بنقل لحضرتك كل كلام المعارضين وبنحاول نحن نوصل مع بعض وأنا سعيد بكده بحيث الأمور تتضح للمشاهدة هي بس المشكلة حاجة بس أن هنا برضو هنرجع على ديكتاتورية الأغلبية أنه هيبقى فيه برلمان برضو جاي بمواطيات البرلمان السابق هيبقى برضو فيه الأغلبية منه من قوة الإسلام السياسي من حزب الإخوان أو حزب حرية والعدالة ومن حزب النور أو السلافيين فبرضو هلاقي نفسنا باللف في دايرة مفرغة أن الرئيس بيوضل البرلمان اللي هو جاي بالأغلبية بتاعته أصلا يعني واضح أن الإسلام السياسي هو برضو اللي مازال مقلبة بأغلبية داخل المجتمع فهي الفكرة برضو أن كل كوة اللي هي من غير الإسلام السياسي تبدأ تنزل للشارع وتبدأ تشتغل لأن الشعب هو اللي هيكرر في النهاية معنا برضو المادة 2210 اللي هي الغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وإسنادها إلى المفوضية في غياب معاينه لا هو تم النص على الإنغاق تم النص على إلغاء الإشراف القضائي ومفيش نص ولكن تم إنشاء مفوضية حضرتك جزامت ليه أنهما مش حيبوا قضاء يعني ممكن المفوضية تبقى من القضاء أيضا طب ما هو ليه كلام ده كله كل الكلام ده اللي تابع المناقشات حضرتك حضرتك معذرة أنا بحترم التخصصات فلما يبقى هذه الصياغات صاغاها رئيس مجامع اللغة العربية على مستوى العالم أنا أتهم قدرتي أنا على الإلمام بمدلول هذه الكلمات قبل ما أقول أن النص مش منضبط لغويا أو أولئي عنهم لحظات لغوية ولكن حضرتك بتقول أنه ممكن تبقى المفوضية من القضاء بس ممكن برضو متبقاش من القضاء صحيح؟ يعني ليه ما تحطش في هذا النص معايير واجبة وصحيحة علشان يتم على أساسة التفاصيل دي حضرتك مش مكانها الدستير والقانون هيفسر ده بعد كده بس هي برضو يعني برضو هنرجع برضو نقطة أن أزمة الثقة ما زالت موجودة يعني أيام مبارك كان فيه قضاء هما اللي بيشوفوا على الانتخابات وكان فيه زي ما قلت قانون ومواد دستورية بتكفر الحرية وحقول أسية للمواطن العبرة زي ما قلت للمجتمع نفسه والعبرة نفسها لنظام السياسي القائم هل النظام السياسي القائم ده قادر أنه فعلا يوفر المواطن الحق والحرية هل النظام السياسي ده سيبقى قادر أنه يخلي فيه إشراف قضايا محترم للانتخابات فهي الفكرة هنا أنه فيه أزمة ثقة موجودة دلوقتي أزمة ثقة كان سببها في الأساس زي ما قلت الإعلان الدستوري سواء فيه المواد اللي موجودة فيه سواء في التوقيت سواء في طريقة الإصدار نفسها طيب في حالة رفض هذا الدستور يمكن إحنا عارفين أنه فيه قطع مهني ضخم رفض هذا الدستور زي الصحفيين والقضاء والعمال بسبب المواد الخاصة بالنقابات العملية اللي بتسمح بفض إدارتها بقرار قضائي ده هيوصلنا لإيه؟ ده هيوصلنا لا بس حضرتك اللي قلت ده مش موجود برضو في مسودة الدستور ليه؟ يعني أول حاجة بقول لحضرتك إن لو بتتكلم عن نقابات المهنية فمجالس إدارات النقابات المهنية جميعا مع هذا نقيب المحامين كانوا بالأمس في زيارة للسيد الرئيس اللي يؤكدوا على موفقتهم على مسودة الدستور واللي موجودين دول جايين باختيار حر مباشر من عموم المهنيين اللي بيمثلوا 9 مليون لو شلنا المحامين والصحفين منهم في حدود يعني 30 مليون فأنت بتكلم عن 8 مليون مهني بيؤيدوا هذا المشروع للدستور أو المنتخبين مباشرة من قواعد المهنيين بيؤيدوا عشان لبقى أدق في التعبير مش عموم المهنيين لأن فيه تتفاوض في الأراء زي ما وجود في كل قطاعات لكن المنتخبين انتخابا حرا مباشرا من عموم المهنيين بيؤيدوا هذا المشروع للدستور أستاذ أحمد لو فضل الناس لسه متمسكة برأيها ورفض الدستور الناس دي برضو تعميم حضرتك بعض المواطنين بعض المواطنين أو بعض المواطنين المصريين المعارضين لهذا الدستور وابتعا عايزين نبص لآخر عملية ديمقراطية تمت اللي هي انتخابات الرئاسة عشان نشوف ايه معطيات الأرقام شوية يعني انتخابات الرئاسة دكتور مرسي فاز بـ 52% ويعني بالنسبة قريبة من كده وفي مقابل المرشح الآخر كان 48% فعايز أقول أن هنا الاستفتاء الجاي عايز أقول أولاً أن نقطة اللي رجح كاف الدكتور مرسي ما كانتش جامعات الإسلام السياسي اللي هم كانوا محتشدين بالملايين مبارح وما كانواش أهواء جامعة الإخوان المسلمين لكن كانت الكوة هيabs 3 اللي كانت بعضها قوة من الثورة اللي هي رفضة دلوقتي العلانات الدستوري كان بعضها من قوة وطنية المدنية اللي هي رفضة العلانات الدستوري كان بعضها من غير المسياسين اللي هم قالوا我们 نشوف الإخوان ونجرق ونشوف رئيس مرسي واللي نعرفه أحسن من المعرفه وعايز أقول برضو السلام مهمة لقوة تاريه الإسلامي سياسي في حالة الاستعراض اللي كانت موجودة مبارح. عايزة أقول أن الفكرة مش خمسة مليون أو ستة مليون. لكن عايزة أقول أن اللي هيرجع كافة الاستفتاء أو كافة مساعدة الدستور. هي المواطنين اللي هم غير مسياسين. وقوة اللي هي قوة الصورة وقوة المدنية. لأن الدولة توقفين في الطريق الثالث. ما بين المحسوبين على الفلول. اللي هو مجازاتاً هنقول لهم 48%. وبينها قوة اللي هي الإسلاميين. اللي هو ممكن نقول برضو مجازاتاً 40%. بمواطنية مجلس الشعب. فإذن اللي هيحدد من اللي هينجح. هو القوى اللي رفضها حالياً دوقت لإلانة الدستور. فأنا برضو هرجع أقول بغض النظر عن مواقف الجماعات أو مواقف القوى المدنية. عايزة أقول أن أتمنى من كل مواطن أنه يرأى المسواد ده بنفسه. أنه ياخد قرار نادة منه. لأن دي مسؤولية عليه أنه لازم يكرر. لأن ده اللي هيحدد بعد كده مستقبل البلد كلها. وينقشها. لو تم الموافقة خلاص هيتم تمرير الدستور. وانا شخصياً لو كنت رافض. فأنا خلاص حابل برأي الأغلبية. لو تم طبعاً رفضه. هيتم أنه يرجع تاني ويتم أعمل يمعات أساسية. ونرجع تاني إلى الإعلام الدستور. فأنا عايز بس أقول لكوة الإسلام السياسي. اللي كان في حالة الاستعراض مبارح. وطياله لكوبتر بتصور المشهد. وكأن موضوع كان استعراض كوة. عايز أقول أن برضو 5-6 مليون. 7 مليون. ده مش رقم كافي أن الدستور يتم تمريره. أتمنى أن الحوار الوطني الرئيس دعا لي. يكون فعلاً حوار الوطني جيد. عشان ناني حالة الانتصام الموجودة. عشان نبدأ بقى نشوف إيه أولوياتنا. نبدأ نشوف فعلاً ننهب بمصر إزاي. دكتور أحمد رامي عضو أمانة الاتصال السياسي. بحزب الحرية والعدالة. بشكر حضرتك جداً على ساعة صدرك. وأن أنت كمان اتناقشت معنا في كل المواد. أنا شكراً على واجب. ده حق الناس علينا. وأنا بشكر حضرتك. أنا بشكرك جداً. وطبعاً بشكر الكاتب والباحث السياسي. الأستاذ أحمد عبد العليم نورتنا النهاردة. شكراً عليكم. أتمنى أن كل سادة المشاهدين يكونوا استمتاعوا بكل فقراتنا النهاردة. نشوفكم بكرة. وفريق عمل جديد. ونهاركم سعيد إن شاء الله.